سكان طريق المدينة في تبوك يقولون أنهم نازلوا في انتظار إيصال الكهرباء التيار الكهربائي إلى منازلهم أسوأ بأحد المنازل القريبة منهم كانت أمانة تبوك تعمل على حل مشكلة ما تبقى من مساكن لم يصل لها التيار الكهربائي وفق الأنظمة لازالت أزمة إيصال الكهرباء لسكان طريق المدينة بتبوك تراوح مكانها بين أرويقات الجهات المسؤولة بعد أن تجمع عدد من السكان أمام مبنى أمانة منطقة تبوك للمطالبة بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم أسوة بأحد المنازل الواقعة في الطريق ذاته والذي تم إيصال الكهرباء إليه بعد وصول خطاب من الأمانة لشركة الكهرباء عدد البيوت التي لم يصلها الكهرباء 300 بيت في المنطقة هذه أو لا؟ 326 بيت فضلا عن إيصالها لإحدى قاعة الأفراح القريبة من بيوتهم حيث أكد السكان أن القاعة تعود ملكيتها لأحد المسؤولين طيب ما عليش يعني إذا الأمين يقول إذا الأمين مثلا الأمين يقول أننا أحنا مخالفين وإحنا عشوائية ليش يعني ليش يعني يوافق للشخص هذا ليش يوافق له ليش يقدم له كهرباء هذا جمب؟ هذا الإنسان يعني هذا جمبك؟ هذا جمبك؟ عبد الرزاق هذا جمبك؟ هذا جمبنا ما يبعد عنه إلا 30-40 متر وما هو بيت؟ هذه قاعة أفراح وكان وكيل أمانة منطقة تابوك للخدمات المهندس إبراهيم الغبان قد استمع لشكوى المواطنين والذي أكد أن الأمانة تعمل على حل مشكلة ما تبقى من مساكن لم يصل إليها التيار الكهربائي وفق الأنظمة لافتا إلى أن العمل ما زال مستمرا لإنهاء المشكلة داعيا المتضررين إلى تقديم شكواهم ليتم النظر فيها ويشار إلى أن المساكن الواقعة على طريق المدينة تعد من المنازل والأحياء المخالفة كونها أقيمت على مناطق زراعية ومخططات عشوائية وتم بناء المساكن دون سكوك إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بإيصال التيار للمنازل التي ليس لدى أصحابها سكوك شرعية عشان كذا معي من تبوك مباشرة أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري أهلا مهندس محمد أهلا وسهلا حياك الله أول شي أشكرك على تواجدك وحضورك أهالي الحياة مهندس محمد كان الحديث عن المنازل اللي في طريق المدينة يعني كان الحديث عن 326 منزل يعيشون يعني كانت الظروف سيئة بسبب عدم توصيل كهرباء لهم أنا أترك لك المساحة للحديث عن الإدار وأتصور أنك شفت الإدار بيننا وبين الأهالي أتمنى تتحدثني عن هذا الموضوع وتعطينا تفاصيل إذا ما عليك أمر بيد الله تعالى بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أولا بالنسبة لطريق المدينة هو طبعا أحياء قبل ثلاثة سنوات كانت خارج النطاق العمراني للمدينة ينتشر فيها مباني بشكل عشوائي نتيجة أنها الرقابة عليها بتكون ليست من قبل الأمانة من قبل الجهات التي تختص في أعمال الزراعة تحديدا ما حصل أنه هناك عدد كبير جدا من المباني من المخططات التي تم توزيعها إلى قطع سكنية صغيرة وبيعها بأساليب مخالفة لكل أنظمة والتعليمات التي هي عن طريق نوعين من الصكوك سك شامل يبيعها بواسطة ورقة مكتب عقاري وصدقها من الغرفة التجارية ويعتبر أنه هذا هو الصك النوع الثاني صك مشاع يبيعه ألف متر في المحاكم طبعا تفرغ لألف متر غير محدد كأنه متشارك فيه على سبيل المثال اسمح لي لو قلت هذا المثل بعير متشارك فيه مئة شخص عمرها ما حيتوزع هذا البعير إلى مئة واحد لا كل البعير للمئة شخص ما حصل أنه لا عند المحكمة أنه صك مشاع وفي الداخل هو مخطط معمول ومباع قطعة محددة يعني بعينها بالتحديد ويطلع عليها صك وصاحب الصك المشاع يعرف أنه له قطعة في حين أنه أمام المحاكم لا طبعا ساعة الأمانة لحل إشكالية عدد كبير جدا من المنازل اللي موجودة هناك تصل قرابة 2500 منزل فطبعا سعينا أكثر من يمكن أربع خمس سنوات حتى أنه تم تصحيح وضع الجماعة هذه على طريق المدينة وأدخل جزء كبير جدا إلى النطاق العمراني على أمل أن أصحاب هذه المخططات يتم تصحيح أوضاعهم أنه بحيث يراجع الأمانة يقدم مخطط نسميه تهذيبي عندما يكون فيه مباني قائمة في مخططه أو اللي بيخطط جديد يسوي مخطط تنظيمي بحيث أنه يترك مساحات للخدمات اللي هي زي المدارس والمساجد والخدمات كل أنواع الخدمات الموجودة الطرق المساحة التخطيطية لي 33% أنا أذنت لمهندس فطبعا عدد البيوت لا أبوك تأذن لمهندس تسمح لي 2500 منزل أدخلتم لها الكهرباء هذا خلال ثلاث سنوات عدد المنازل الموجودة في المنطقة بكاملها 2584 منزل اللي أدخل لها الكهرباء والمنازل هذه لعلمك ليست منازل فقط هي منازل أنت تتكلم عن تقريبا 1600 و1 منزل والباقي كلها استراحات يعني 800 يمكن استراحة فالمجموع كله 2584 استراحة ومنزل اللي تم إيصال التيار الكهرباء إلى هنا أدخلتم لكم الكهرباء المهندس إلى 2258 منزل مهندس طيب من الـ 2584 من أذنتني 326 أسرة عندها معاناة الآن اللي طلع معاي الأخ المسعودي اللي طلع معاي يقول أنه 326 أسرة تعيش أوضاع غير طبيعية بسبب أنه كنتوية الأمانة ما دخلتنه من الكهرباء صحيح؟ سمح لي طالعا لكنه 326 ليست منازل معظمها نص العدد هذا استراحات والنص الثاني هو عبارة عن منازل ما زال فيه عندي أنا طبعا الأمر السامي الكريم فيه اشتراطات لعملية يعني اشتراطات تقريبا 7-8 اشتراطات أنه لا بدنا تنطبق على الجماعة هذولة حتى أنا أوصل له تيار كأربائي وما زال عندي أنا التقديم شغال إلى اليوم للـ 186 اللي هي المنازل تحديدا والاستراحات 326 ما وقفنا قلنا أنه والله ممنوع نوصل 100% أطلاقا وإلا لما توصل لـ 2258 منزل مهندس يعني الآن البيوت اللي ما فيها كهرباء ما وصلها كهرباء 186 فقط؟ 186 منزل فقط اللي إجراءاتها تحت يعني معاملاتها تحت الإجراء حتى أنه نتأكد من عدم معارضتها مثلا لخطوط تنظيم جديدة أحيانا أعطيك مثال في بيوت مبنية في شوارع 30 والشارع عندي في المخطط التنظيمي اللي هو المخطط المحلي المدينة 60 متر فيتعارض البيت هذا ففيه بعض منازل تتعارض مع خطوط التنظيم اللي الأوامر السامية أصلا تمنع أنك تتوصل لها لأنها تتعارض مع مستقبل جاي قريب صحيح الآن دخلت داخل الانطاق العمراني ولا بد أنها تتنظم يعني أنتو ما قعدتو لهم ما تسمعي مهندس محمد أنتو ما قعدتوا للناس هذولا أنتو الآن حاطين الـ 186 وأيضا حتى الاستراعات الأخرى اللي توصل 300 تكون كلها أنه هذولا تحت الإجراء وقاعدة تمشي الأمانة في هذا الجانب نعم إذن ما في مشكلة طيب لا بالنسبة لنا حنا ما في مشكلة ولكن طيب ليش وقفوا عندكم في الأمانة أمام الأمانة أبا أقول لك أنا شيء واحد طال عمرك اللي وقف في الأمانة يعني متصدر الجماعة عبد الرزاق محمد المسعودي اللي طالع معكم في البرنامج الراصد هذا الشخص يسكن في حي المصيف العلمك واللي موجود له عبارة عن استراحة خلف شركة تيوتا بطريق المدينة وليس منزل نهائيا هو كان يتكلم في البرنامج أنه والله يذبحه البرد وذبحه الحر نتيجة أنه ما عنده يشغل على مطور كهرباء أو شيء من القبيل طيب هو ساكن في حي ساكن في داخل المدينة وليس هناك فيه طبعا ناس تسعى دائما وأبدا لتشغيل استراحاتها وليس لأنها منازل يسكن فيها النوع الآخر أصحاب مخططات أنا عندي عدد المخططات المخالفة اليوم 72 مخطط في تبوك؟ جالس يحاول بشتى الوسائل يبيع في تبوك نعم في نفس المنطقة هذه نفسها 72 مخطط أهم خدمة يبغاها الكهرباء إذا وصلت الكهرباء معناها باع مخططه بالعشوائية اللي هو جالس يشتغلها طيب إذا أنت لمهندس إذا بيعت المخططات بهذه العشوائية مين في الأخير بيتورط؟ مو الأمانة أنتوا بتكونون قدام الناس بيقولون أنتوا اللي خليتهم الناس تدخل ترى بتتحملوا المسؤولية إذا 72 مخطط أنت يا سعاء يعني مهندس محمد قاعد تقولي 72 مخطط هذا عدد مو بسيط في مدينة زي تبوك نعم 72 مخطط يمكن على الأقل عدد الأراضي اللي هيكون فيها في حدود 7200 منزل هذا الكلام طبعا أنا الإجراءات اللي عندي ما زالت أمامي هذه القطع زراعية وليست سكنية الإجراءة أنه لا بد يتقدم صاحب الأرض اللي عندنا حتى أنه يقلبها من زراعي إلى سكني أولا ثم نطالع في عملية التخطيط والنسبة التخطيطية وأنه نعتمد المخطط ويقدم الخدمات ويتنازل عن الخدمات الضرورية وبالتالي يقدر يبيع المواطن بسكوك شرعية مهندس أنا أذنت لي المئة وستة وثمانين منزل هي في طور أنكم تدخلون لها الكهرباء وتنتهي هالمشكلة معاهم خلال كم إذا بالتأكيد إذا تعطيني تاريخ المئة وستة وثمانين ممكن يوصل منهم تسعين في المئة يتوصل لكهرباء عشرة في المئة قد يتعارض مع خطوط التنظيم اللي أنا ذكرتها لك خلال كم فبالتالي لا هذولا لابد أنه يشوف له حل فأنا أتصور أنه خلال شهر من اليوم كله رح ينتهي الموضوع هذا بالكامل فأنا المعاملات لا تنقطع العلمك يعني مهندس محمد فما معناها أنه عندي ثلاثمية أنا عندي يمكن ثلاثمية بس في الأمانة وعندي يمكن ألف في المحافظات طيب فكلها تحت الإجراء يومياً إحنا عندنا تقديم طلبات وعندنا لجان وضعناها لدراسة كل طلب من الطلبات إذن خلال شهر مهندس محمد يعدكم المئة وستة وثمانين بيت الموجودة إن شاء الله 90% من مشاكلكم إن شاء الله إلى زوال أنا مهندس محمد قلت لك الكلام هذا بيني وبينك والآن أقول لك أمام الناس وقلت قبل كذا أنت مذكور بخير في تبوك وفي مشاريع كبيرة جداً تتم وإنت موجود على رأس الأمانة أشكر لك دائماً هذا التجاوب وكمان أقدم لك شكر كثير من الأهالي اللي يشكرون فيك حتى الناس اللي كانوا ضدك كانوا يقولون أنه في مشاريع كبيرة جداً قامت من الأمانة لمدينة تبوك يعطيك العافية أشكر لك هذا الظهور وهذه الشجاعة يا سيدي